هنا سريعا نروح للإعلامي التونسي أستاذ أمير بوكا يا أستاذ أمير مسائل فل عليك مسائل ورد داول ياسمين يا حبيبي أمير جيسام لك أنت يكيد كل أستاذ مشاهدي قناة الأهلي خاصة برنامجك متألق بصراحة كلام فينا ربنا يخليك ربنا يكرمك رب عايزين نتطمن طبعا على منتخب شقيق زي المنتخب التونسي وبالمنسبة أكيد هو منتخب محبوب جدا في مصر وشعب التونسي بشكل عام محبوب جدا فمصر مرحب بكل الترحيب أثناء تواجده في جمهورية مصر العربية وخوضه لبطولة الأمم الأفريقية الاستعدادات الأخيرة بالنسبة للمنتخب التونسي بشأن هذه البطولة المنتخب التونسي أمير على هتم سعيد أكيد في خوض نقطة مهمة للغاية في خوض كأس أمم أفريقيا في بلادنا يعني فيهم مصر تعرفت العلاقة القوية بين الشعب المصري والشعب التونسي خاصة ممكن أحكيه على الفراق بين الأهل المصري والتراجل يعني علاقات وطيدة من زمان المشام اليوم المنتخب التونسي على سماستعداد أكيد ألان جيريس القائمة اللي أعلن عليها 23 ساعدة ولكن الكواليف تقول اللي يمكن التشكيلة اللي يعتمد عليها المدربة الوطنية تكون تشكيلة اللي لعبها لقاء المنتخب الكرواتي يعني تذكروا انتصار عن المنتخب الكرواتي يعني خسارة المنتخب الكرواتي للمرأة أولا منذ أكثر من خمس سنوات على أرضه وبين جماهيره. وكذلك نقطة أخرى بما يخص المنتخب التونسي مقارنة بالفرق الموجودة مع المنتخب التونسي في المجموعة. منتخبنا في آخر ثلاث مقابلات ست أحداث يسجلهم. ثلاث انتصارات يقبل عدفين. بالمقارنة مع المنتخبات الأخرى. خاصة المنتخب المالي. المنتخب المالي صحيح منتخب قوي. منتخب محترم خاصة الأسامي اللي عنده على غيرارة يوسف كوني مدافع للفرنسي. ماما دوفوفانا مدافع للفرنسي. والمهاجم الخطير موسى ماريقا مهاجم بورتو البرتغالي. اللي على فكرة اسبق له التواجم مع الترجم ذات التونسي. إذن يعرف وعنده فكرة كافية على الوجم التونسي. ولكن نحكيه على الأرقام. نحكيه على الانديبيدول. نحكيه على المهارات الفردية اللاعبين. ولكن المنتخب المالي في آخر ثلاث مقابلات. يعني لم ينتصر. هزيمة ضد المنتخب الجزياري والسينيكالي. تعادل ضد المنتخب الكاميروني. هذاك وعليش اليوم نشوفه حتى. يعني المنتخب التونسي ماشي بأريحية. صحيح. لما نشوف الأرقام للمنتخب ومقابلاتهم الودية والمقابلات والنتاج متاحهم في تصفيات يكون فهم أريحية. ولكن بين قوسين اللقاءات المباشرة بلمنتخب المالي والمنتخب التونسي شهدت ثلاثة انتصارات المنتخب المالي مقابل انتصار وحيد للمنتخب التونسي. هذه نقطة مهمة جدا. لازم حتى ديطار الفن واللعبين يحطوه ويأخذوه بعين اعتبار. منتخب المالي. يعني منتخب قوي جدا. ليوم نتكلم هنا على منتخب المالي. بالإضافة لمنتخب الموريتاني يا أمير عنا منتخب الموريتاني ومنتخب الأنجولي. المجهة المباشرة تونس موريتانيا ستة مقابلات على مرة التاريخ. خمسة انتصارات من المنتخب التونسي. تعادل وحيد منتخب الموريتاني لم ينتصر على المنتخب التونسي على مرة التاريخ ولكن المنتخب هذا المنتخب الموريتاني المغمور منتخب قنقول بعبارة أوضح. الظبط. أو المشاركة ليه؟ انتصر على المنتخب الأنجولي من الزبطة عن المتخب الأنجولي في التوزيز انتصر عن المتخب البوتيني عن المتخب البوتسواني يعني ترشح في المركز الثاني بنص رصيد النقاط مع المتخب الأنجولي وانشان نقطة زود التراق كانوا في المركز الثاني هذه خلقه حوصلة للمجموعة عن المتخب التونس أكيد لمنتخب التونس كيف ما قلت قبل قليل سيشد الرحال بعد عشر دقاق من الآن أمير عفوا أعطيك المعلومة هذه بصيفة خاصة لكم أنتوما أكيد عشر دقاق ويتحركوا إن شاء الله في تجاههم لمصر اتجاه مصر طيب أنا عايزة أسأل بالتحديد عن الشعب التونسي وماذا تفاؤلوا بمسيرة المنتخب التونسي في بطولة الأمور الأفريقية وهل توقعتهم وصل مع المنتخب لحد فين من خلال متابعاتكم أكيد هناك شوف نحكيه خلنا نحكي على قسم واحده اللي هو أكيد صحبين الأمير ياضيين والجمهور التونسي اليوم أكيد أنت تسأل أي واحد أمير حتى في مصر عندكم كل مشجع أو كل صحب أو كل إعلان بشي أعطيك توقعات ولكن اليوم المطلب واضح المطالبين يعني اليوم المنتخب الوطني التونسي مطالب على الأقل وصول نصف نهاية البطولة تمام بعد لكل حد تحديد السبب اليوم اللي عندك أنت لاعبين على غيرها دويس المتابل اللي تحرمنا منه في المنبيع الأخير وهبي الخزري نعيم السليتي سرجاني ياساسي طاياسين الخنيسي غيلان الشعلالي اليوم عندك اللاعبين القادرين أنهم أكيد يعطيوا إضافة منتخب التونسي وناخذ بعين الاعتبار أن ترجل راضي التونسي بطل دوري عطال أفريقي طبعا الموسم الحالي الموسم السابق بالإضافة نادر ياضي السفقسي الوصول نصف نهاية تأس الاتحاد الأفريقي النجم رياضي السحلي بطل البطولة العربية فلذلك اليوم منتخب التونسي عندك نقول نحن بالتونسي شوى تكتيك يعني اليوم أنك تكتيكين وفنين عندك القيمة موجودة في اللاعبين الموجودين معاك إلا بصراحة خلنا نستحان الموضوع أمير علي معلول بالضبط وده سؤالي اللي لن كنت عايز أسأله لحضرتك وهل لسه فيه أصداء بخصوص استبعاد علي معلول من قيمة المنتخب التونسي وهل فيه أسباب كمان واضحة لإستبعاد لعيب بإمكانيات وحجم علي معلول اليوم خلنا نكون صاريخ معاك أمير ما يخفاش على الشراء رياضي لكل فما تكتم كبير جدا جدا على الموضوع علي معلول ولكن المعلومة اللي عندي الشيء اللي أزعج علي معلول أكثر حاجة أزعج علي معلول هي تسريب خبر إقصاءه من قيمة المنتخب إلى الوسائل الإعلام قبل ما يحكيه مع اللاعب حاس علي معلول اللي فيه يعني أزعجته تقليل منه شوية المفروض كان يتكلمه معه الأول يقوله أنت مش هتكون متواجد معنا قبل ما الإعلام يعرف حتى خبر استباعي نوعا ما ولكن أنا نحب نعرج على النقطة الأخرى حتى في تونس بعض وسائل الإعلام التونسية وحط العالمي وحط العربية ستتحدث اليوم على أنه الاستبعاد سببه انضباط نحن نحب نعرج على كلمة هذه أنا كلمة كبيرة جدا اليوم وقت اللي تحكي أنت يا نجم يكون وجهة نظر المدرب أنا جيريس اللي هو علي معلول في جهة ظهير يفضلها دفاعيا معناها أساسيا ولا يرتح أو لا يتمشيش معاه المساحة اللي يخليها علي معلول يمكن نفع تحكي معاه تكتيكيا ولكن اليوم عندما تتحدث عن انضباط علي معلول اليوم البليل أو خانقوله أحد الموجود اليوم علي معلول ركيزة أساسية هو الفريق اللي لا يتهاون خاصة في الانضباط إذن اليوم علي معلول منيش أنا اليوم باش نحكي علي معلول حتى تصريحات طارق فييب تحدث على إقصاء علي معلول وقال اللي خطأ كبير جدا من ألان جيريس مدرب منتخب التونسي لإقصاء علي معلول نفس الشيء بالنسبة لنبي المعلول المعلول صرح كذلك اللي علي معلول ركيزة من ركيزة المنتخب وإقصاءه يعني خسارة كبيرة للمنتخب التونسي هذا الكل نحطه بين قوصين أكيد قرار المدرب الوطني لا تعقب عليه وهو هو في الحقيقة عندنا هنا في مصر علي معلول في النادي الأهلي ملتزم التنزام كبير جدا جدا وعنده درجة عالية جدا من الاحتراف كمان واضحة على علي معلول وده اللي بيقدي أنه هو بيظهر بمستوىات أكثر من رائعة مع النادي الأهلي فبالتالي كان خبر غريب جدا ومفاجئ بالنسبة لكل المتابعين في مصر يعني بالتحديد أنا بصراحة عن شخصي عن نفسي أمير أستبعد اللي يكون إقصاء علي معلول بسبب الانضباط يعني كيف حد أنت قبل قليل علي معلول فنيا قيمة سابطة يعني الأحسن إحباكي سارة أو إحباكي شمال مثل ما تقول أنتم معنصكم في مصر هذا اللي لم يكن الأحسن أنا نحطه بين قوسين ولكن اليوم الاحتراف لتعلي معلول التدوينة تدوينة علي معلول على صفحته الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي في سبوك بعد إقصاءه وتعويضه بلاعب النجم السياح لكلام العواضي دونا وقال سأوا ساند لمنتخب التونسي طبعا طبيعي يعني تعرف أخلاق علي معلول ولكن في الختام علي معلول أمير قيمة فنية ثابتة ونكيزة من ركاة المتخب التونسي طيب فيما يتعلق بالجالية التونسية هل ممكن نقدر نعرف العدد ممكن يكون قديا من الجماهير التونسية اللي ممكن يكون متواجدين في مصر عشان يسندوا المنتخب التونسي هو أكيد أنا نتبع فيك منذ قليل كالعادة أمير بفراحة وبرنامجة كنتم قلتنا متعلق كانتحدثت كذلك على موضوع التأشيرات في الصحفين أو للجماهير كان خلينا نكونوا واضحين نوعا ما كان هناك معناها نوعا ما تعطيب لبعض الصحفين الرياضيين أكيد إجراءات المنية خاصة عن المعدات معدات العمل ولكن بالنسبة للجماهير سعادة السفيرة لمصر في تونس بالإضافة للجامعة التونسية اللي يكون قدم على رأس وديع الجرية رئيس الجامعة بناكم اجتماع ولجنة مشتركة لتسهيل الحصول على تأشيرات الجميع المنتخب التونسي لتكون حاضرة بالألف إنتي لو تشوف المباراة الأخيرة لمتخب التونسي للمتخب البورندي المرة الأولى نشوفه ملعب رادس خمسين ألف مشجع أو أكثر خلف المنتخب التونسي اليوم شايل أكده العدد سيكون أكثر من عشرة أو 12 ألف مشجع تونسي حاضر في مصر لمسانة المتخب أكيد نتمنى للمنتخب التونسي كل التوفيق ونتمنى له أنه يوصل لنقطة بعيدة جدا في بتوزي الأمة الأفريقية بس لما يواجه مصر إن شاء الله يتكون دي آخر نقطة أحنا أعطينا نصر وضوص في رقل النهائي يكون تتويج عرق إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا أستاذ أمير بوكا طبعا الإعلامي التونسي واللي طمنا بشكل كبير جدا على المنتخب التونسي واللي خلص هيتحررك كمان دقايق في اتجاهه لمصر عشان إن شاء الله يفصل ويستعد لبطولة الأمم الأفريقية